ايوك السلام عليكم جرح بارك و انا اكون انا معكم من جديد اليوم بهذا الفيديو بدنا نحكي عن الشابفاي دروب شبنج اوكي لنحكي لكم عن جميع الطرق التي انا و طلابي بنستخدمها لإيجاد منتج رابح على الشابفاي دروب شبنج سيكون في اندامنا على اللابتوب اكتر من خمسة ستة سبعة مئة تقريبا تمنطرق تمنطرق لإيجاد منتج رابح على الشابفاي دروب شبنج اوكي هذه الطرق هي افضل الطرق الموجودة حاليا اوكي و انا بنصح الكل يستخدمها طرقها مجانية ما بتكلفكم ولا ليرة بس بدي شوية تفكير اوكي غير هيك ما بدي ايشي فمشان هيك بدياكوا نشوف الفيديو هاد للنهاية الفيديو هيكون سوبر خارق سوبر حلو جميع الناس المهتمة بالشابفاي دروب شبنج و اللي بتلاقي و بتتعاني مشكلة بالبحث عن منتج رابح سيكون هاد الفيديو هو الفيديو المثالي بالنسبة لإلك اوكي سو بدياكوا نشوف الفيديو هاد للنهاية و اشد انشوفوا للنهاية لايكوا و سبسكراب بليز ما تنسوا و انجوي غايز بس اما بلش بالفيديو خلينا نقوم بمبروكة صاحب هاد الكمنت اللي فاز معنا بجائزة افضل كومنت وربح معنا 25 دولار اذا حاب انت كما تشترك بها المسابقة وتربع 25 دولار عن طريق البيبال هذا الشيء بنعمل احنا دائما بشكل دائم يعني كل فيديو في عنا هيك مصابقة ما عليك الا انك تعمل لايك سبسكراب و تحط كومنت يكون حلو ومردب اوكي فقط لغير فمشان هيك خلينا نشوف هلاء مع بعض الطرق بالفيديو لنبدأ بالفيديو اليوم هاد الفيديو ردي احكي لكم عن ايجاد منتج رابع بالدروب شابين طبعا على هاد الابديت على التحديد الجديد اللي احنا عملناه هلا بالشابي فاي كورس رح تلاقوا كتير 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 دروس جديدة في عنا على انستغرام فيس بوك سكيلنج الاعلامات الفيس بوك كيف توصل عنا انت للمليون دولار لست ارقام و سبع ارقام عن طريق الدروب شابين تمام و في حكينا كمان عن شغلات كيف انت هو تكبر المتجر تبعك كيف انت بدك تدير هاد المتجر وهو كبير وارقام كبيرة فخلينا نبلش اول شي بالفيديو بهذا الفيديو احكي لكم على عدة طرق لأيجاد منتجات رابحة طبعا ببلاش اوكي يعني بدون برامج تاني فعنا هنا تلت طرق اوكي في عنا طريقة الفيس بوك واحد في عنا طريقة علي اكسبرس تانية في عنا طريقة الانستغرام ليها الطريقة تانية اوكي وكل طريقة حيام يكون فيها عدة طرق فبقلب كل طريقة في عناك عدة طرق فخلينا نبلش هلاء بطريقة الفيس بوك يمكن تكون بتعرف طريقة او طريقتين منهم فعنان اذا تعرف طريقة او طريقتين شوف الفيديو للنهاية لانه يمكن يكون في عندك شوية معلومات متعرفة او رايحة منك ويمكن تكون سوبر مهمة اوكي فاخناني ابلش هلا بطريقة الفيسبوك بطريقة الفيسبوك عنا اربع طرق للنلاقي فيها منتجات 4 ويز عنا الفيسبوك سرش بوكس شعني الفيسبوك سرش بوكس كدا تلا بنعرف انه بقلب الفيسبوك في عندنا محرك بحيث فوق ففينا نحن بهذا الفيسبوك سرش بوكس نكتب فوق مثلا 50% اوف يعني نكتب 50 اوف وبساعات الفيسبوك برجينا كل البوستات اللي فيها كلمة 50 اوف فشو هي البوستات اللي فيها كلمة 50 اوف هي غالبا تكون اعلانات عن منتجات او تنزيلات لمنتجات اوكي فنحن من نقي 50 اوف ومنحط الفلتر منحطه بنقي السنة اللي احنا فيها اوكي مثلا نحط 2018 2019 2020 2021 حسب ايمتا انت تشوف هذا الفيديو اوكي فانت بتحطه مثلا 2019 وبتشوف كل البوستات من 2019 اوكي فكمان لما تروح ارجيك اعمل لك واحدة لايف انا اعمل هيك نروح الى الفيسبوك الفيسبوك خلين نروح الى هاد هون فوق تمام شعفين هاد هو السرش بوكس هاد هو شو السرش بوكس فاخلينا نكتب هون مثلا السمشي منتج اعطينا مثلا 500 اوف نروح الى هون نكتب اا خمسين شفت شلو هون خمسين اوف خمسين اوف خمسين اوف خمسم cool وعرفتوا كيف بيضل بيقول لك شغلات كثير فأنا خمسين فيبتشئ اوكي منشوف مثلا هون خمسين افري شيبنج ندكبس عليها مرة واحدة بيطلرنا هون عضي كثير كبير من المنتجات مثل هاد المنتج مثلا هون فيعلي عشر مليون هاد المنتج هون عليه مثلا ميتين وخمسة 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 الف فيو توا هون عشر مليون فيو هلا شو بعمل بحب دائما نحط هون الفين سوط عشر تمعم باب محط انا الفين سوط عشر حFORE نذهب الى الم bytes شيرون هما هي الم bytes اذا يمكننا عرض الفيديو travaille اذا يمكننا عرض الفيديو هنا اذا تكن جاهكم الفيديو الذينおっ Chambers تذهب الى الفست metallic وتذهب الى الفست ومثلون هنا ا��ش منظرية المنتجات الموجودة هنا هون او هون او هون فنخترر اي طريقات اللهم هن اثناء الفيديو اما مlledتك او الفيديو واناıyı ن fillsباني الم Football محتاط واعط العمل ماضي طبع هذه طريقه قبل هذا YEket انجلت فرسكت بلاحظة يجب أن تكون انجلت فرسكت وفعلت الإعلانات وفيسبوك في نظرهم ستكون أنت الناس تحب تستهدفك عرفت كيف لأنه أنت حي ما تشترك من عندهم فلازم تستهدف أنت انت عادة الموبايل طوال قد تعمل هيك على الفيسبوك بتشوف إعلانات لمنتجات إعلانات لمنتجات شوي شوي يظل بيكتر وأكتر 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 أخر شي بيستيروا كل الإعلانات عندك على الموبايل هن لهم علاقة بالمنتجات طبعا بعض الناس تستهدف الناس يساكن بأمريكا فقط أو الناس يساكن بكندا أو المناطق الكبيرة التي فيها مصاري مثل كندا بريطانيا أستراليا وأمريكا فإذا أنت ساكن برات هذه المناطق مثل أنا مثلا ساكن بجرماني طبعا بألمانيا شو بعمل بفتح VPN وتنزلو VPN معبع على الانترنت على جوجل بسكتوب VPN داونلود بتلاقي معبع VPNات بتنزل VPN وبتحطو عندك لهذا VPN اوكي ولما تفتح فيسبوك فتح معها VPN وبتحط حركة بأمريكا اوكي وتصيب ترى الإعلانات التي تأتي لعند الناس الذين قاعدين بأمريكا تأتي لعندك على الفيسبوك ولكن لدي نصيحة كثير مهمة لا تفتحوا الفيسبوك بيزنس منجر تبعكم مع VPN لأنه أحيانا الفيسبوك سيقول اوكي إذا هذا زلم محمد ساكن بألمانيا ونفتح الفيسبوك ادس منجر تبعه يعني تبع الإعلانات نفتح مثلا من أمريكا فالشتون هو بألمانيا ومفتح بأمريكا لأنه هناك أحد سارعي حسابه أو هناك أحد يحكر حسابه لكي يسكر الإعلان الضغري يسكر كل حسابه فلنحن لا يسكر حسابه ويحزز علينا لا نفتح حساب الفيسبوك جديد نفتح حساب فيسبوك ثاني وعندما تفتح الوهمة أو لما بدك تدور على المنتجات ليكون مثلا أنه مثلا هلا بدك تدور على المنتجات أنا بعمل لوقا أوت بطلب من الحساب الشخصي تمام وتفوتوا بالحساب الثاني يعملوا حساب وهمي مثلا وتفوتوا بالحساب الوهمي وتشغلوا VPN على أمريكا تمام؟ بالأصل يعني لما تأسسوا الحساب الوهمي أسسوا أنتم مشغلين VPN لكي يكون ضغري المكان أمريكا عرفتوا كيف؟ أو كندا أو بريطانيا أو البلد يبيتون نها بس يفضل أمريكا لأنه هناك فيه كثير إعلانات فما يهمشون نوع VPN المهم لما تفوتوا VPN لا تكونوا فاتحين فيسبوك تبعكم الأصلي لأنه مثلا لكم الفيسبوك يمكن يشك أنه أنتم مسروق حسابكم ويمكن يسكركم الحساب فهي نصيحة يعني أنا بدياركم تلتزموا فيما يوم المية لأنه أنا صارت معي وتسكر أحد حسابات الإعلانات فما مشان هيك ما بدي إياكم تأثير معكم نفس الموقف رجاءا نفتح VPN بغير حساب يكونوا عملين لوغاوت أرجع بعيدة لأنه كثير مهم نقوم بعمل لوغاوت ونفتح بأكاونت جديد ونفتح VPN ونضعها لبلد أمريكا ساعتها وينما كانت قاعد تركيا سعودية اليونان وينما كانت قاعد تمام فيك تشوف إعلانات أمريكا هكذا نحن نصير إنكيش شوبر زعرفت وكيف نكبس على الإعلانات نعمل لهم لايك نعمل لهم كومنت نعمل شير إذا حسابنا الوهمي لا يوجد مشكلة نعمل لهم شير نعمل لايك وكومنت وشير نفوت على الزر ومثلا اشتري الآن نكبس عليها ونفوت ونشوف شو عبي بيعت الزلمة اوكي قائمة Info & Ads كل الصفحات تمام كل الصفحات في عندهم شي اسمه Info & Ads لحجيكم يا ها وين مروح على الفيسبوك هون مرة تانية لحروح مثلا على الصفحة الشخصية تبعتي اوكي روح هون محمد الكويفي صفحة الشخصية تبع محمد الكويفي اوكي اهي مصحة شخصية كيف اوكي هون اوكي هاي الصفحة الشخصية تبع محمد الكويفي وهي الصفحة تبع البزنس منروح هون على محمد الكويفي تلاقوا شي اسمه Info & Ads شفتوها نقوس عليها مرة واحدة ونلاقي هون اذا انا ما في ما عندي عمي اعلانات بس هون بتلاقوا اذا كان في اعلانات شغالة بتلاقوها هون اوكي فبتشوفوا انتو الصفحات اللي بتبعها بمنتجات وين الاعلانات الشغالة تبعيدها اوكي فهون منلاقيها هون بهاي الخالة اللي اسمه Info & Ads فهي طريقة الثالثة اللي لاقي فيها منتجات والطريقة الرابعة انك تصير على الفيسبوك انت زبون ذو قيمة عالية يعني انك تكون انت زبون بشتري دائما كيف بشتري دائما لازم الفيسبوك بيكسل اللي حكينا عنا بدرو السابقة او او اذا ما كنت بتاعشو هيد الفيسبوك بيكسل اللي عنا بقسم الفيسبوك انا حاكي عن الفيسبوك بيكسل رجعنا نشوفها بعدين ارجع على هذا الفيديو بتفهم شو اصدي لازم الفيسبوك بيكسل تعرف انك انت اشتريت منتج او انت اشتريت من عامشي store فكيف تعرف هاي البيكسل انك اشتريت لازم يكون في البيكسل تبع الشرع بيكون اشتغل كيف بيشتغل لما يكون هادا الكود شايفينو هادا الكود لما يكون هادا الكود بكتوب عامتكم بالبراوزر بالمتصفح فنحنا شو بنعمل خلينا مثلا نروح على اي شوبيفاي ستور على اي شوبيفاي ستور تماما نروح صفحة الشيك اوت على صفحة الشراء تمام نح اعمل لكم هلا مثال عملي نروح مثلا هون على ام كولر وين هاد ام هاد هاي لا هاي لا كولر كولر بوب ليكو هاد كولر بوب شايفينو هاد هذا الرابط هياخدنا على موقع اسمه كولر بوب هلا انا كت هون تماما انا هون بمتجر شبيفاي حطيت هاي حطت هاي الاطعام حطت هاي الاطعام بيشتريون اوكي طلع السدر تماما تساو عشرين اوكي اوكي شوف الفيسبوك بيكسل تبعيتي هاي طلع هون ساني شوي نزل هيك شايفين هاي طبع الفيسبوك بيكسل دايك هون ما اشتغلت تماما نساب من الاسباب ما اشتغلت بس مو مشكلة بل عرض تشتغل وطلع لنا رقم بس ما اشتغلت هون شو انا هعمل هلا هعمل كالتالي هكبس على انا معي هلا انا هون اي ماك اوكي شو بكبس على كماند وابشن مع بعض مع حرف الجي اوكي مع حرف الجي يلي عنده ويندوز شو بكبس بكبس هون يمكن هون الشيفت وكنترول تحت بعض وبكبس حرف الجي هادي اوكي فخلينا نكبس مع بعض وشو بيصير هون اوبشن كماند وجي شو بش طلع عندي هون هاهيه يطلع عندي هيك شي بنروحة الالمانت هى هون هى اسمه كنزول منوطلعهم على الالمانت بفي نقبس مع دين نكبس كماند اف او ألت اف او كنترول اف او كنترول اف عا الويندوز ونكبس كماند اف يعني مثل البحث كماند اف كماند واخلي صحيح نكبس على كمااند اف بحث وحون نكتب كلمة بيكسل بي اي اكس اي اي او بيكسل فمنلاقي اذا منزل بيطلع من 4 أو 5 أو كعدة نتائج مننزل هون هيك مندوّع عن نتائج بيدوّروا عن نتيجة بيكسل قدامة رقم شايفين هون طلع ضوّة 2 صفر وفي قدامة رقم شايفين هذا الرقم هذا الرقم اسمه بيكسل اي دي شو اسمه بيكسل اي دي فنحن شو منعمل شفتوها اللي انا حاطلكون ياها عند ال اكس 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 هم منحط البيكسل اي دي بنحط الرقم وانا الرقم نلاقيه بالرابعية نلاقيه هون هذا الرقم طبع ما فيكن تعملوا كابي هيك بتكن تكتبوه على جنب تاني يعني تفتحوا هذا الهي ملف اللي قتلكون عليه هلا الكلمات دول الكتابات تفتحهم بإرنة يعني وتحطوا هذا الرقم هونيك طبعا طريقة شوي معقدة بس هي طريقة ما كتير ناس بيعرفوها هي طريقة يعني سوبر دوبر خالقة فنحن بنحط هدول المعلومات اللي موجودة هون بنحطن وين بنحطن هون طبعا هون عندي الـ value بنحطن هون السعر وهون بنحط اديش بالـ US$ ولا بالـ Yورو ولا بشو هون بنحط عدد العدد الغراض انا هلل عدد الغراض عندي بسان قطعتين جتريت وكننحق هون 29 و99 عبتو كيف هون بنحط هاد البيكسل كلياتو هاد هون خلينا انسخوا تعاموا ارجيكم كيف اول شي بطلع لفوق حقكتو بس هاد الرقم نكتوب مبعاد واحد ستة اه مواحد ستة واحد ستة خمسة أربعة سبعة ستة هاد الرقم شافين عند الماوس ستة ثمانية ثمانية تسعة ثمانية واحد واحد اتنين خمسة سفر ستة اوكي اخطوا هاد الرقم اعمل تلقى copy ارجعت لهون اعمل تلقى paste نلص خلاصة اوكي باخدو لهاد كلياتو بعمل له copy وبرجع لهون اه مهون سوري لهون برجع لهون وفي كبسة تانية شفتية نحنا هلقى هون على الـ element الكبسة الى قدامها تماما شفتوها هاي الكونزول نقص على هاي مرة واحدة وهون منحط copy paste ننسخ هذا الشي فلازم يضوي عنا الرقم بالازرق وهذا لازم يضوي عنا بالازرق وهذا لازم يضوي عنا بالازرق لاحظتوا كله ضوي بالازرق فنحنا ready to go كل امونا تمام كل امونا بالسليم هلق الفيسبوك صار بيفكر انه اوكي هاد الزلمة هلق بيقى هاد الزلمة اشترا هاد الموتاج وعمل له رفرش تحديث مرة واحدة من حدثه تحديث لمرة واحدة لنشوف شو صار طلعت عنا هاي اول شي اراها اول شي ممتاز فهيك نحنا عنا شو يكون اشتغلت هاي الخدعة وزا ضل نحنا بنعمل هاي الخدعة على عدة متاجر بسير الفيسبوك فكر ان اوه اوكي هاد محمد عبيشتري من كل المتاجر هاد محمد انسان شره فلازم نحنا نورجيه على نات اكتر اوكي فانتو هيك وصيروا زباين يعني عنكن ايماء عالية بالفيسبوك عرفتو كيف سوبر خارق ماذا نعمل احنا زا عادين مثلا بسعودية او بتركيا او بمصر او بالمغرب او باير ارنة عربية او غير اي ارنة غير امريكا حتى لو عابي المانيا وربا بتفتح vpn من حساب جديد حساب فيسبوك جديد وبتحط بتشوف الاعلانات اي اعلان بتفوت بتحط ايميال لك وبتحط تكوس على المنتج يعني بتعمل لايك للايك للاعلان بتعمله كومنت بتعمله شير بتفوت على الاعلان بعد ما تفوت على الاعلان شو بتعمل بتعمل شغل كتير مهمة بتعبي الاسم الايميل وعنوان كأنك بتشتري المنتج وبعد ما توصل على صفحة الشيرات وهاي اشتري الان شو بتعمل تعمل الحركة اللي عملناها هون طبعا بهاي الحركة تبع الـ بعد ما عملناها بصير الفيسبوك يفكر انه اوك ماي قد انتو يا ناس انتو بتشتروه كتير فمشان هيك بصير بيورجينا اعلانات سوبر هاي كواليتي ومناخد ومنستوحي افكار منتجات بشكل دائم اوكي فهي الطريقة السوبر خدقائنا بيراي لطريق لإيجاد المنتج للشوفيفي فاي دروب شو بينج عن طريق الفيسبوك لان نشوف الطريقة التعنيه هي طريقة علي اكسبرس هيكون في عنا الطريقة تانية هي الطريقة على الاكسبرس مؤسمة لثلاث طرق اوكي نروح على علي اكسبرس وبنكتب اي كيورد بدناها مثلا انا بدي جاعب علي افتح مثلا المتجر بنيش البيبي فأنا شو بكتب بكتب كلمة بايبي أو بايبي فود أو بايبي كذا يعني كلمة المفتاحية الكبيرة تبعيتي أو كلمتين مفتاحيتين صغار وبرتبون كلاتهم حسب شو حسب الأوردر حسب الأوامر الطلبات وكل شيء عليه طلبات أكتر هدول بيطلعوا منتجات منح وعليه هون طلب كبير وكل شيء بيطلع عليه منتجات أقل طلب بيكون منتجات أقل طلب يعني مالون شيء خارق اشتغل الثاني مونتجات المشهورة بالصفحة الرئيسية بالصفحة الرئيسية متما شارعت انا بالكورس في عنا قسم قسم الـ Flash Deals موجود في المونتجات المشهورة وعنا الـ Drop Shipping Center اسمه هات Drop Shipping Items لحورجيكم انا شو اصديم نروح الى هون على العلي اكسبرس علي اكسبرس ساني شوي حسنا متما شاهدنا الى هون على العلي اكسبرس ها هون قسم الـ Flash Deals صفحة الرئيسية بيطلع عن المونتجات السوبر خارقة فينا النقل هون مثلا ها من النقل الكاتجوري اللي بدنا اياها من هون تمام مثلا هادا مو الشي اللي انا بديها شو شو بعمل بكبس على هاي اول شو بعمل لوج ان او ساين ان تمام يالي ما عنده حساب بيعمل حساب خلينا خلينا نعمل لوج ان بعد ما عملنا لوج ان برجعنا هون بكبس على كبس اسمه ماي علي اكسبرس مرة واحدة بعد ما اكبس عليها بروح على هاي الشي اللي هون اسمه شفتوه بعض الناس ما عندهم هاي الكبسة ما في مشكلة هاي بتجيكم لما تشتروا عدة منتجات من علي بابا بسي بتطلع عندكم مون علي وابن علي اكسبرس بعد ما فتنا لهون في عنا هون شي اسمه لاحظتوا هون شي اسمه هات دي اس ايتم هون بتنقل يلي بتكون ايها وهون تحت بيطلعنا المنتجات اللي عليها طالب كبير حصتوا هون ارامية وشوي هون تقريبا ستة وسبعين الف وشوي سبعة وستين الف وشوي تنين وتسعين الف وشوي وهكذا اوكي فهي عدت الطرح لاجات منتجات بالدروب شوبينج عن طريق العادي اكسبرس والطريقة الاخيرة يلي كمانا كتير 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 بيستخدمها يلي هي الانستجرام اوكي عنا بقلب الانستجرام طريقتين طريقة الاولى انك بتتابيع الصفحاتYي اللي بتعمل اعلانات كتير مثل صفحات الاموجي الصفحات والمام اللي بضحكوا صفحات الناس المشهورة شوي jagaki كثير اعلانات يمنعبتو كيف او صفحات النيش مثلا صفحات الكلاب وصفحات الاطفال صفحات الكيك صفحات القطط بتطلب تعمل اعلانات يمنعبتو كيف بتتابعونمнов بتشوفوا شو نزلوا اعلانات وبتاخدو افكار وبصير بتعملون على انستغرام فيه عندنا خاصية الحفظ تحفظوا الصور والشغلة الثانية نفس الطريقة الأولى مثل انه تصير هون انجيش بشاور بس عن طريق الانستغرام يعني لحنا لما نشوف اعلان عن طريق الانستغرام نكبس على هذا الاعلان ونروح على الموقع ونحط ايميلنا واسمنا وعنواننا ونعمل نفس الشغلات التي كلنا نعملها بالفيسبوك بس طبعا لا يمكننا نعمل هاي الطريقة هي طريقة صعبة بدا بدا كومبيوتر على الموبايل لا تزبط بس نحنا نكتفي باسمنا ايميلنا ونفوت ونعمل لايك عرتوا كيف حتى نفوت على الاعلان نكبس على الاعلان فهي الطرق يلي كثير كثير مهم نحنا نعرفها لإيجاد منتج بدروب شابينج بصراحة غير هالطرق يعني ما سيكون في شي فضيع في بعض المواقع المدفوعة مثل بدروب شابيز مثل اي كوم هم يعني في كثير مواقع بتجيب لكم المنتجات بس انا فضل الواحد يبلش هيك لحاله عن طريق هؤلاء الثلاث الشغلات اللي اللي قلت لكم هون بهذا الفيديو لح تلاقوا جميع المنتجات اللي ممكن تفكر انك تبيعها أو اللي ممكن تكون منتج رابح وهاي يكون قصة بالتبع مدى اليوم بتمانا تكونوا استفدتوا اخذتوا معلومات سوبر قيمة يلي عنده اي سؤال او يلي عنده اي استفسار بليز احط ليهم تحت بالكومنت هاي الطرق ما شفتوا انتو هلا هون عن كومبيوتر سوبر خارقة هاي الطرق انا وطلابي بنستخدمها برجع بعيدة هاي الطرق يعني لحت تخليك نستغني عن جميع الطرق الموجودة على اليوتيوب جميع الطرق الموجودة على جميع الكورسات التانية تمام ما لك بحاجة انك تشوفها هاي الطرق اللي شفت هلأ في هذا الفيديو تكفي وبزيادة اوكي فالي اللي حاب يأخذ هذا الموضوع كله يلي اللي حاب يأخذ موضوع الشاب فالتحضر شابين للنكست لابل تماما نحن لدينا محاضرة مجانية موجودة تحت رابط تحت هذا الفيديو بصندوق الوصف في رابط اسمه المحاضرة المجانية او تدريب مجاني ففيكم تشوفوا لهذا التدريب حياتي اخذ بكم انتشوفر في دروبشي مكتبعكم للنكست لابل اوكي فمشان هيك بتمانا تكونوا سفدت واخدتوا مرموات سوبر قيمة من هذا الفيديو وشوفكم بالفيديو الجاي بيس